هذا البرنامج من إنتاج النهار نور اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والنبيين والمرسلين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كتاب الله وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتجدد لقاؤنا بحضراتكم نستعرض ما يفتح الله به علينا من الأمور التي نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بها في الدنيا وفي الآخرة أعزائي المشاهدين النهاردة بنتكلم عن موضوع بيمثل محور العلاقات بين البشر العلاقات بين البشر دايما في عرف الناس العاديين أو في عرف الناس الذين لا يهتدون العلاقات بين البشر بتقوم على التصارع وعلى التعارض والتضاد يعني إيه الكلام ده يعني في عرف الناس العاديين اللي بنتكلم عنهم دول محدش هيبقى غني إلا لما حد تاني يفتقر محدش هيكسد إلا لما حد تاني يخسر محدش هينتصر إلا لما حد تاني يغلب وهكذا الناس بيتفترضوا إن الحياة كلها تصارع وتضاد ليه الكلام ده عندهم عندهم علشان شايفين بعيونهم القاصرة وبنظرهم المحدود شايفين إن الموارد محدودة وإني العطاية ثابتة فهي الكعكة وحدة أنا حاكل منها التاني مش حياكل أنا كلت نص يبقى التاني حياكل نص أنا كلتها كلها يبقى التاني حيبقى جعان الناس العاديين بيعملوا كده والعلاقات بينهم على هذا الأساس ولو تصورنا إن الناس بتقول كلام غير كده على غير هدي من الكتاب والسنة فكل ده برضو في الآخر علشان هو يكسب أكتر وعلشان هو يربح أكتر أما بالنسبة للإسلام وبالنسبة للمسلمين فالموضوع مختلف تماما 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 ليه مختلف تماما لإن الإسلام لا ينظر أبدا أبدا على إن في واحد خسران وفي واحد كسبان مش ممكن ولكن في واقع الأمر الناس كلها كسبانة الناس كلها ربحة الناس كلها مطمئنة الناس كلها عزيزة وهكذا دي تعاليم الإسلام لو حبينا نشوف الواقع بتاعها آه كل المسلم بالنسبة لأخيه المسلم حرام دمه وماله وعرضه معنى كده إيه؟ معنى كده أن ما فيش أي حد حيمتد بأذى لأخيه المسلم بأي حال من الأحوال أيما يكون الوضع فمدام كده يبقى اللي عندك عندك واللي عنده عنده معنى ده إن الناس هتبقى متعاونة هتبقى متحابة هتبقى دائما في موادة وفي ألفة أحد السلوكيات السيئة جدا اللي بتبوز المجتمع البشري ككل ويستحيل يقبلها الإسلام في مجتمع المسلمين هو الظلم والبغي والعدوان والحقد والحسد وتجاوز الحدود كل المصطلحات ولا كل المعاني اللي أتاهل حضراتكم دي بتجمعها كلمة واحدة هي كلمة البغي وده موضوع حلقتنا وهو ده اللي حيدور حوله الحديث يا ترى ايه هو البغي اللي احنا هنتكلم عليه وايه خطورته وممكن يبقى موجود في ايه علشان نتجنبه ونتلاشاه ويا ترى هذا هذه الصفة ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن ولا ما تكلمش عنها في القرآن واحنا نعرفها ولا ما نعرفهاش ده اللي عايزين نناقشه مع حضراتكم تعالوا كده نشوف آية كثير من الأئمة والخطباء بينهوا بها خطبة الجمعة عارفين لي لأنها جامعة شاملة كافية لمن سمعها ووعاها وطبقها الآية دي ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول فيها يقول الحق جل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِتَاءِ لِلْقُرْبَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن هذه الثلاثة عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يعني البغي قسيم مصائب البشر لو كان الناس يبغون في الحياة الدنيا يبقى مصبتهم كبيرة جدا وإذا تصورنا أن الناس بصفة عامة العلاقات بينهم قد تقوم على هذا الأساس وهي في الواقع بالنسبة إليهم تقوم على هذا الأساس على البغي على الظلم على الجور علشان عندهم الدنيا كلها متعارضة والبشر كلهم في تضاد وفي إنعكاسية واحد حيبقى غني يبقى لازم يبقى فيه فقير قدامه واحد حيبقى ضعيف واحد حيبقى قوي يبقى لازم فيه ضعيف قدامه ده فكر البشر ولكنه ليس فكر الإسلام وليس فكر المسلمين ولا سلوكهم بأي حال من الأحوال يبقى منها هنا نبدأ الحديث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إحنا هنتكلم عن البغي علشان نعرفه ونعرفه ونشوف تطبيقاته في واقع الحياة ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه عن هذا السلوك البشري المشين الذي لا ينبغي أبداً أن يكون ضمن مجتمع الإسلام والمسلمين وإذا تعلم البشر من الإسلام ومن المسلمين فيقيناً حيدركوا أن بغيهم في الحياة الدنيا على أنفسهم الظالم بغيه يعود عليه والحاسد بغيه يعود عليه والزاني والغاش كل من يبغي على الناس بغير حق بغيه يعود على نفسه فيبقى إذا وعى وإذا فهم وإذا تدارك حاله ينبغي ألا يكون له بغي وينبغي أن يعيش في الدنيا متعاوناً متكافئاً فيما بينه وبين غيره وكل ما نراه من اختلاف الناس في علومهم في أموالهم في محاسيبهم في أنسابهم كل هذه الأمور رزق يوزعه الله سبحانه وتعالى وفي المجمل الناس متساوون وكل أخذ حظه وكل يأخذ نصيبه بس لما الشيطان بيدخل في الأنظار ولما الشيطان بيعبث في العقول الدنيا بتبوز وبتختفي هذه القيم الجميلة النبيلة عزيزي المشاهدين تعالوا نشوف هذا البغي الذي اخترناه لأن نتحدث عنه نشوف مواطنه إيه ونشوف موضوعه إيه ونشوف ربنا سبحانه وتعالى ألنا عنه إيه إذا كان فيه أي استفسار أعزائي المشاهدين فيما يتعلق بهذا الموضوع أو غيره من الموضوعات فأهلا بحضراتكم وأهلا باستفساراتكم سواء بالاتصال المباشر أو من خلال صفحات التواصل أو من خلال الرسائل النصية دائما نحن نسعد بأرائكم ونسعد باستفساراتكم في كل مجال وفي كل وقت وفي كل حين أعزائي المشاهدين البغي اللي احنا بنتكلم عنه ده ممكن يبقى موجود في كل العلاقات البشرية كل العلاقات ممكن يبقى فيها بغي والإنسان اللي ما بياخدش باله حيلائي نفسه كتير جدا بيقع في هذا السلوك أيما يكن وضعه وأيما يكن حاله ممكن يتعرض لهذا البغي من ناحيته وممكن من ناحيت غيره القرآن الكريم بينصفنا في كده الاتجاهين لو احنا اللي كنا حنبغي القرآن بيتدخل على طول وينهانا يقول لنا خدوا بالكم هذا سلوك حرام بغيكم على الناس ده حرام ما يقبلش أبدا طيب وإذا بغى الناس علينا ربنا سبحانه وتعالى برضو بيتدخل تدخل مباشر جدا في إيه؟ إن ربنا جل علاه بينصر هذا الذي بغي عليه ربنا سبحانه وتعالى بينصره بينصره في الدنيا وبينصره في الآخرة والبغي إذا وجد بين الناس فأكيد العلاقات الطيبة بينهم بتزول كل واحد كل واحد حيبص لغيره على إن وجوده بيعني موته كده على طول طبعا الفكرة ديت كبيرة قوي والصورة ديت بلاغيا كبيرة ولكن الواقع كده إن الناس لو ما شالتش البغي من وسطها ومن معاملاتها حنلاقيهم كلهم دايما بيبصوا لبعضهم هذه النظرة إذا وجدت هذه النظرة بين الناس أعزائي المشاهدين يبقى المجتمع حيقوم إزاي لما أروح أشتري حاجة من التاجر أيام ما يكن التاجر يشوف إنه هو هيكسب على قد ما يخصر الزبون اللي قدامه على قد ما يدفعه يبقى حياخد منه قد ما يقدر ليه لإنه كل ما ياخد منه هو بيكسب وفي المقابل برضه المشتري يفضل يناكف ويفضل يشوف وعايز ياخد أكتر ويدفع أقل ليه لإنه حيشوف لما يخرج من المحل قد ما هو خد يبقى كده خصر اللي قدامه وهو وهو كسب دي علاقة من العلاقات ما ينفعش أبدا الوضع يبقى كده وما ينفعش أبدا السلوكيات بين الناس تكونوا بهذه الصورة بأي حال من الأحوال إذا وجد الأمر هكذا يبقى لا في تعارف ولا في تعاون ولا في محبة ولا في مودة هتقوم أبدا ليه لإن كلنا بنحتاج لبعض ربنا سبحانه وتعالى جعل بعضنا فوق بعض درجات ليه يا رب ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ليه علشان الدنيا تمشي أنا في وقت من الأوقات بسخر غيري وغيري في الوقت الأخر بيسخرني على طول كده العامل بيروح يشتغل في المصنع عند صاحب العمل صاحب العمل لو افتكر إن هو اللي بيغني هذا العامل وإن هو اللي بيرزقه لا ربنا سبحانه وتعالى سخر صاحب هذا المال وصاحب هذا المصنع علشان يلم فلوس ويعمل مصنع ويديره ويحطه لنظامه كل دي تسخير من ربنا كل ده تسخير من ربنا سبحانه وتعالى علشان يجي العامل يشتغل وآخر الشهر يقبض مرتبه طب والعكس طبعا العكس كده العامل ده لو مجاش ولو ما اشتغلش يبقى صاحب العمل مالوش حاجة خالص مش حيعرف لا مصنعه ولا فلوس ولا الدنيا دي كلها كلها هتشتغل يبقى ده سخره الله لهذا وهذا سخره الله لذاك هي الدنيا كده فعلشان الدنيا دي تمشي لابد لابد إن كل واحد مننا في كل مجال وفي كل عمل من أعماله يبص لمصلحته من خلال مصلحة غيره وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع لنا كل هذا لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى ما فيش بغي يبقى احنا كده التزمنا بنهي الله سبحانه وتعالى لنا عن البغي محدش يبغى على حد محدش يطغى على حد محدش يستجلب منفعته من خلال خسارة الآخر ده سلوك غير مقبول احنا بنتمنى بإذن الله تعالى في نهاية هذا الحديث القصير إن احنا بنفتح أبصارنا وبنوضح صور ممكن تبقى موجودة من صور البغي في المجتمع علشان نتلافاها وما يبقاش الموضوع بيننا وإحنا مش واخدين بلنا نحن نبغي على بعضنا البعض وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يرفع يدعونه عننا يبقى كده لا يكون لنا ربح ولا يكون لنا مكسب ولا يكون لنا فوز لا في الدنيا ولا في الآخرة طيب لما ربنا سبحانه وتعالى عمل كده ونهانا عن البغي وحرم علينا البغي إحنا ممكن نشوف بقى هذا البغي فين نشوفه فين في المجتمع تعالوا كده نستعرض كل ما نستطيع من علاقات المجتمع ونشوف يا ترى البغي ممكن يبقى موجود فيها ولا ممكن ما يبقاش موجود ما نستطيع من العلاقات أول علاقة ممكن نشوفها الكتير أو البيع والشراء في البيع والشراء أعزائي المشاهدين بنجد هذا البغي بنجد هذا التجاوز في الحد بنجده في أحوال كتيرة جدا بالنسبة للبائع يشوف في ساعات السوق الناس محتاجة السلعة الفلانية والطلب عليها كتير قوي يعمل إيه هو حاطط لنفسه حد للربح هيقسب قد كده أول ما يشوف الناس كتيرة على السلعة اللي عنده أول ما يشوف السلعة قليلة يعني المعروض قليل والطلب كتير يبقى كده السعر حيرتفع ومدام السعر حيرتفع يبقى الناس حتظل الحاجة متكررة حيدفعوا اللي حيقول عليه التاجر يبقى كده إيه اللي حصل بالنسبة للتاجر في السوق بغى على الناس في ربحه تجاوز الحد الذي ارتضاه لنفسه في ربحه يبقى كل ما يزيده على هذا الحد بغي وتجي تقول لي لا ما هي دي تجارة بقى وتجارة مشروعة وتسعة عشر الرزق في التجارة والتجارة مباحة آه التجارة مباحة وكل حاجة إنما تجاوز الحد في هذا الربح ما ينفعش أبدا أبدا ودايما كل التجار وكل الناس اللي بتشتغل في التجارة واللي عايزين في الأسواق عارفين كده إن الحد الأزيد من الربح في التجارات ده ما بيكونش إلا بسبب من الأسباب الآتية أولا إن العرض قليل والطلب كتير أو ثانيا المعلومات مش موجودة الراجل التاجر ده بيقى عنده معلومة مش عند الناس التانين أو الناس التانين عندهم معلومة مش عند التاجر فيبقى الربح هيزيد أوي علشان التاجر جري النهاردة اشترى من حتة بسعر أرخص وباع هنا بسعر أغلى واستغل إن الناس طلبها وحاجتها للسلعة دي أكتر يبقى كده تجاوز الحد في ربحه يبقى ده ما ينفعش أبدا وده سلوك سيء جدا طبعا معكو مفهوم هذا السلوك الاحتكار في الأسواق إنما في موضوعنا إحنا ده بيعتبر بغي على الرغم إن الناس ممكن تتصور وتحل لنفسها هذا إن ما فيش مشكلة دي تجارة والزبون رضي وما فيش مشكلة خالص وربنا سبحانه وتعالى سمح بهذا قال لنا كده لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آه كل الكلام ده صح ومزبوط ما فيش مشكلة خالص ولكن في ظل هذا القول كله البغي يظل موجودا فيا أيها البائع يا أيها التاجر إياك أن تبغي على الناس بما عندك من السلع وبما عندك من التجارات أدي ده أول مثل شفناه من حياتنا العادية ممكن يقع فيه البغي معنا تليفون دنيا أهلا بيك تفضلي أهلا وسهلا لو ما حصلت أنا عندي ذاتي سؤال بس ما عليش هيطول شوي تفضلي طيب بس وعي تبغي علينا في الوقت نعم وعي تبغي علينا في الوقت لأ نشو الله تفضلي بس في الوقت كانت مش عزلة فلوس مع ناس بتعمل تجاري يعني فكانت مش عزلة فلوس كثير فأختها بديتها فلوس فأختها دي الوقت توفت وراحت قالت لأخوها الكبير إن هي يعني ما كانت حد عارف معنا فلوس دي فراحت قايت لأخوها الكبير فقال لأعيالها فعيالها دلوقت بيطلبها بالفلوس بس هي كانت عاملة الفلوس دي لابنها الزغير ما كانت عاملهم البنات دلوقت هي عايزة تارك تضيهم الفلوس ولا تخليهم مزايا من ولد يكبر طيب معلش عشان أنا من كتر تركيزي فاتت علي حاجة أهلا تفضل مين اللي عامل التجارة ما مصي بس في واحدة خدت الفلوس ومسيت ما خبت علينا يعني اه فما مصي بتسدي الفلوس بس مش بتسدهم يعني كلهم على بعضهم سدوا حاجة حاجة فأختها كمان دخلت معاها في التجارة دي بس مش أقيلة لحد يعني يا دا الأخوها الكبير فقال لأعيالها فبتاع دا طلبوا منها الفلول تدهم لهم ولا تخليهم لغاية ما الولد الزغير دا يكبر والأخت دي عايشة ولا توفت لا توفت اه وكانت وكانت موصية بإيه ما كانت موصية بحاجة يا كانت موصية من الفلوس دي بتاعة الولد الزغير بس بس ما دي 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 الوصية بتاعتها كده وعندها أولاد تانين اي جاليها تلت بنات وولد تمام تمام طيب اه في في ظل الوضع دا طب فيه أي استفسار تاني لا ايه بس كانت يعني عايزين نعرف عن الديهم للبنات والولد ولا للولد بس تمام فتح الله عليك خلاص هجاوب حضرتك واهلا بيك دايما اللي في الحالة دي اه اختنا السائلة المال دا بيعتبر ميراث بيعتبر ميراث للاخت اللي اتوفق فنشوف كل الورثة مين اللي واضح في السؤال دا بس دا ممكن ما بقاش حقيقة حريك تقوبي قتيل اذا كان دا صح ولا غلط اللي واضح في الحالة دي ان الست دي عندها ولد وعندها وعندها بنات هي قالت اني الفلوس دي للولد ما ينفعش الولد دا وارث الفلوس هتتوزع على انصبة الميراث للولد الصغير وللبنات اللي موجودين اذا الولد كان صغير والاخواته مش هيبقوا مؤتمنين عليه يبقى الست اللي معها الفلوس دي تدي نصيب البنات تديهم نصيبهم وبعدين تحتفظ بنصيب الولد دا لحد لما يكبر دا في حالة اذا ما كانش فيه ورسة تانيين بس انا بقولك المال دا مال ميراث يعني يتوزع بالنصاب الشرعي يعني الام دي ممكن يبقى فيه لها اخت ممكن يبقى فيه لها ام ممكن يبقى فيه لها حد تاني يارث ندور على الورثة كلهم فيارب يكون كده الجواب كافي اذا ما كانش فيه غير الولد والبنات يبقى المال نصيب هم كلهم ويتوزع عليهم كلهم محدش ياخده ويسيب التاني وانتو المسؤولين عن هذا التوزيع مدام دا تحت ايتكم ودي الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى استرعاكم اياها يارب يكون الجواب كده واذا كان فيه اي استفسار اهلا بيك دايما في اي وقت اعزائي المشاهدين تعالوا نخرج فاصل ثم نعاود حديثنا عن البخي اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين عدنا مع حضراتكم حتى نتابع حديثنا عن البغي واتكلمنا بصفة عامة عن هذه الصفة ومعلش يمكن الصفة ديات ولا السلوك ده المسمى بتاعه مش موجود انما بين الناس او مش معروف بين الناس ولكنه هكذا في القرآن الكريم تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية بيقول لنا ايه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لما نشوف كده هذه المحرمات الشرك بالله والقول على الله سبحانه وتعالى بغير حق والاثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن يجي البغي ضمن هذه الذنوب الكبيرة يبقى دا كبيرة من الكبائر ان الناس يبغون بغير الحق وده حرام ربنا سبحانه وتعالى حرمه ونهي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه زي ما قرأنا في الحديث الاول طيب لما كان الموضوع كده اعزائي المشاهدين فكان هدفنا ان احنا نلفت النظر لبعض صور البغي وحضراتكم تقيسوا عليها ما ما ترون شفنا اتمشينا في الاسواق فشفنا التاجر كيف يبغي في سوقه على الناس حتى لو كان المسألة بربح حتى لو كان المسألة بظاهرها تجارة انما لا تجاوز الحد في الارباح ده بيعتبر بغي لازم يبقى في حد الناس تقف عنده طبعا الاقتصادين حيوقفوا شوية لا ده العرض والطلب وممكن الربح ده ما قالوش الاسلام ما قالكش تحدد ولا الكلام ولا بنقول بهذا انما لو تجاوز الامر الحد اللي انت حطه لتجارتك بطريقة كبيرة قوي ما ينفعش يبقى انت كده بتأكل اموال الناس بالباطن وهم مش واخدين بالهم وهم مش عارفين او هم مضطرين وهكذا فالتاجر لما يكون حاطط هامش ربح معقول وكويس وبعدين تحصل حاجة في السوق ايما يكن الحاجة دي ايه ويلاء الربح بتاعه تضاعف من غير ما يبدل اي مجود ولا في اي حاجة لابد ان يقف لو فعل هذا يبقى كده بغى على الناس بغير حق وده ما ينفعش ابدا لا من ناحية الافراد ولا من ناحية الجماعات طب لو شفنا العكس كمان المستهلك او المشتري ممكن يبغي على التاجر بغير حق زي ايه اه لو افترضنا مثلا ان التاجر قاعد وجايب فكهة وحططها وبعدين ما حدش اشتراها النهاردة وما حدش اشتراها بكرة وخلاص ابتدت لو قاعدت لبعد بكرة حطبوز يمكن يرميها اروح انا بقى الشطارة بتاعتي اقول له بدل ما هي سعرها عشرة الديهاني بقى بخمسة ما يخلاص حطبوز مع ان انت محتاجها زي ما هي وتمنها بالنسبالك العشرة ده كويس او اذا نزلت جنيه ولا اتنين يعني بالتسامح ما فيش مشكلة انما تعمل كده تنزل السعر بهذه الطريقة علشان تستغل ان التجارة كسدت عند الراجل وان ما حدش حيشتري ولو قاعدت يوم ولا اتنين كلها حطبوز وحيرميها لا بمثل هذا النهي عن البغي في الارباح ربنا سبحانه وتعالى برضو حيقول لنا ايه ولا تبخصوا الناس اشياءهم ما ينفعش تخفصوا بالحاجة الارض علشان الناس التاجر اللي بيبيع ممكن يبقى مضطر ممكن يبقى فيه ظرف يبقى فيه اي ما يكن ولا ده ينفع ولا ده ينفع شوفوا لو الناس عملت كده لو انها لا تبغي على بعضهم والبعض التاجر اللي حيلاء المشتري جاه اشترى الحاجة منه على الرغم انها ممكن تقعد وتبوز وتنتهي وشافوا عمل كده اكيد بكرة لما هيجيب حكته وحيبيعها له حيتسامح معه في السعر ويتسامح معه في البيع فيبقى الناس بهذه الصورة طيبين ما عندهمش مشكلة ما فيش احقاد ما فيش غل ما فيش حقد في نفسهم وهذا ما يريده الاسلام ده نموذج من نماذج البغي في الاسواق وطبعا في احوال كتيرة او من المجتمع بنجد هذا وبنره وعلى فكرة الكلام ده موجود مع البشر جميعهم ولكن في كل الاحوال ربنا سبحانه وتعالى بيسر الاسباب علشان يدافع عن المظلومين الذين يبغي الناس عليهم حضرب لحضراتكم مثل او ححكي لحضراتكم حكاية على صورة من صور البغي لما المسلمين راحوا المدينة المدورة فكان فيه بئر ليهودي فالمسلمين يمكن العدد زاد او لشيء لسبب ما كانوا محتاجين الماء فكانوا يروحوا عند اليهودي فاليهودي استغل الظرف واستغل الطلب الزايد على الماء فراح رفع السعر المسلمين بقوا مش عارفين يعملوا ايه في الكلام ده محتاجين الماء واليهودي بيغلي السعر يبقى كده عمل ايه بغى عليهم شوفوا بقى ايه اللي حيحصل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاء راح لليهودي قال له بقولك ايه ما تشاركني في البقر ديت مدام انت بتكسب كده وبتربح الارباح شاركني فيها وانا حشتريها منك بنفس السعر اللي انت اللي انت حتقول عليه دلوقتي فاليهودي طمعا في الربح برضو وزيادة في البغي حب ان هو يضحك على سيدنا عثمان فقال له خلاص انا حبيعك نص البقر وانا حخلي لي لي النص وسعرها قد ايه طبعا على السعر اوي علشان باصص للايه باصص للمكسب فسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه قال له خلاص مدام البير بقت بنصين بيني وبينك كده انت تبيع يوم وانا ابيع يوم فاليهودي بقى يقف على البير في يوم واليوم اللي يقف فيه سيدنا سيدنا عثمان قال للناس ايه هذه المياه صدقة مني عليكم اللي عايز ياخد لد ما ياخد فالمسلمين بقوا ياخدوا المياه في يوم سيدنا عثمان وبعدين حاجتهم وحاجت غدهم علشان السعر بتاع اليهودي عالي جدا فبقى اليهودي ييجي يحط ايده على خده محدش يشتري منه يشتري منه المي كانت النتيجة ايه انه هو خفض السعر تاني ورجع لعقله تاني بعد ما بغى على الناس ولكن الله سبحانه وتعالى رد بغيه عليه يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم ما ينفعش الكلام يبقى موجود كده بهذه الصورة مطلقا طيب دي صورة من صور البغي الموجودة زي ما قلت لحضراتكم في الاسواق وفي التجارات ناخد بلنا منها سواء كنا نحن البائعين او نحن المشترين ما ينفعش ابدا ان يكون في بغي في هذه المعاملات ناخد معاملة تانية او مجال تاني ممكن يبقى فيه البغي العلاقات البشرية العلاقات اللي بين الناس الاخوان ممكن يبقى بينهم وبين بعضهم الاخوة بينهم وبين بعضهم ممكن يبقى فيه بغي ممكن يبقى فيه مراث وفيه اخ كبير واخ صغير وبنت وام وواحد عارف واحد مش عارف ده ياخد ويكوش والباقيين اه ما يدهمش ولا يضحك عليهم ولا يخفضهم ايما يكون الوابن ده بيحصل بين بين الاخوة وده ما ينفعش ابدا هذه صور من صور البغي وكثيرا ما ما تتكرر والاتنين اللي جم لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام اللي تسوقوا تسوروا المحراب قالوا سيدنا داود ايه هما هما الاتنين اه ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وليه نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب الصورة الحد ده كده دول الاخين بغى بعضهم على بعض ما ينفعش ابدا يبقى البغي قائم بين الاخوان ربنا ضرب لنا المثل في القرآن الكريم هكده عشان يحذرنا اوعوا في علاقتكم باخوتكم يبقى فيه بغي باي صورة من الصور ما ينفعش ابدا حتى في حاجات يعني ما بنبقاش واخدين بلنا منها انما تبقى موجودة ساعات الاب ولا الام وده خطأ بيميل قلبهم الى احد الابناء او لبعضهم فالام تحب البنت ديت ولا تحب الولد ده اكتر والاب ممكن يعمل كده هذه مسالك خطأ وده برضو بغي هذا بغي في الحب وبغي في العطاء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وما بيرضاش ما بيرضاش بابدا طيب لما كان الموضوع الموضوع كده الرسول صلى الله عليه وسلم حيقف علشان يبين لنا ويحذرنا من هذا البغي بين اخواننا طيب تعالوا نشوف دونيا وبعدين نرجع اهلا بك يا دونيا السلام عليكم عليكم السلام تفضلي حظك انا كنت كلمتك بس والتليفون اللي لسه من شوية حظك كنت قلتلي على اللي هي اختنانتي اللي توفت وقلتلي ان المال ورس تمام حظرتك المفروض ان المال دوت اللي كان شعزال انا والدتي مش عزالها مع واحدة تمام والواحدة دي خلت الفلوس ونشيت اه يعني هي عملية نظر يعني طيب معلش ممكن ممكن الدونيا توطي تلفزيون او تسمعينا من التليفون اه ثانية واحدة طب بص حضرتك بص دلوقتي يعني والدتي انا هي مكفتلة برضو بالنير تفعل نال دا من منع الحر ولا تعمل ايه هي لما بتشتغل في التجارة فالستة التانية دي بغت عليها نصبت عليها دحكت عليها وخدت الفلوس مش كده ايوة طيب دلوقتي الفلوس دي تفعل نال دا من منع الحر الاموال دي لاصحابها علشان التصرف كله كان ليها وان كان يعني اذا تسامحت في شيء فلا بأس على ان يدها يده امنة فلو هي ما اعتدتش وما قصرتش والستة دي تسرقت الفلوس ولا خدتها باي صورة انتكن والدتك عملت كل الاحتياطات فيبقى فيه على التسامح فاذا ربنا وسع عليها ان شاء الله يبقى ترد هذه الفلوس زي ما قلتلك للولاد دول على انه ميراث اذا الامور يعني كانت صعبة فقد ما تقدر ترجع ليه بقول الاولانية وليه بقول التانية بقول الاولانية علشان الستة اللي توفت ادت الفلوس والتصرف كله بتاع والدتك وهي كانت الحاكمة والامر فهي حتش المسئولية كلها عشان كده لازم ترجع الفلوس بالرأي ده الرأي التاني ترجع قد ما تقدر لو كان الموضوع مرهق بالنسبة لها علشان يدها يده امن واليد المستأمنة لا تسأل عما ضاع الا اذا قصرت فهي ما قصرتش خاصة لو كانت الفلوس كلها ضاع فلوسها وفلوس الستة اللي توفت فزي ما قلتلي كده يا دنيا رجعوا لهم قد ما تقدروا بلا ارهاق واللي حترجعه لهم ده يبقى يتوزع بينهم بقسمة الميراث تمام يا رب يكون هذا هذا صوت برضو لو فيه اي حاجة ارجعي لنا اهلا بيك دايما نرجع عزيزي المشاهدين واحنا بنتكلم عن صور البغي في العلاقات شفنا في التجارة موقفها ايه في علاقاتنا مع بعضنا ممكن البغي ده يبقى موجود يبقى موجود بين الاخوات وشفنا المثل اللي موجود عندنا في القرآن الكريم وممكن يبقى موجود في احوال كتيرة وقلت لحضراتكم ان ساعات البغي بيبقى في الناحية النفسية المعنوية وبرضو لازم ناخد بالنا من ايه الموضوع دوت لو الاب والام بيحبوا واحد من ولادهم اكتر شوية فالحب ده وهم مش واخدين بلهم حيروح فين حيروح بقى في العطاء وحيروح في التدليل وحيروح في حاجات كتيرة احذروا هذا لان هذا بغي على الابناء حب ابنك ولا بنتك حب بنتك ولا ابنك زي ما انت عايز انما اوعى اللي في القلب ده يؤثر على العطاء في اليد اللهم هذه قسمتي فيما املك اللي تدهولهم توزع وتساوي لو حتبوز ده تبوز ده لو حتخرج ده تخرج ده لو حتسلم على ده كذا ما فيش هذا هذه العدالة ما فيهاش استثناء خالص اما ما في القلب فهذه قسمة الله حب زي ما انت زي ما انت عايز يبقى في العلاقة دي كمان فيه بغي ما ينفعش يبقى موجود ابن وجنب ده برضو الولد اللي بيبقى مدلل ده ساعات بيبقى شطان وشاطر شوية فيستغل حب امه لي ولا حب ابو لي وكل شوية رايعة يا مام الدين يا مام الدين يا باب الدين وبعدين يوصل كمان الامور بعد شوية اه طب اكتب لي المصنع ده طب اكتب لي الشقة دي طب اعمل لي الحتة دي اه كله هذا بغي ينبغي ان نتداركه وناخد بالنا منه كويس اوي علشان ده بيتسلل للتصرفات واحنا مشواخدين مشواخدين بالنا برضو من نماذج العلاقات اللي البغي ممكن يحصل فيها علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة الرجل مش علشان انت قوام في البيت يبقى انت تطغى على هذه المرأة التي استأمنك الله عليها ولا تسترعاك الله الله اياها وممكن ما يكونش لها اه 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 ممكن تبقى اه زي ما بيقولوا مكسورة الجناح ضعيفة اوعى تبغي عليها في معاملتك في عطائك في حبك اوعى تبغي على زوجتك باي حال من الاحوال ولا تستغل اي ضعف عندها حتى لو كانت هي قوية وكل حاجة اياك ان تبغي عليها برضو هذا البغي ممكن يقع في هذه العلاقة والعكس الزوجة ممكن تبغي على زوجها لو كان اقل منها مالا لو كان اقل منها حسبا اقل منها اه نسبا الكلام اللي ممكن يبقى موجود ده اوعي تخلي الحاجات دي تؤثر الرجل هو الرجل والزوج هو الزوج حتى لو كنت انت من انت اوعي تبغي على زوجك ليه لان بغيك يعود عليك وربنا سبحانه وتعالى يؤاخذك على هذا ويحاسبك عليه يبقى حتى في العلاقات الاجتماعية اللي بين الناس ممكن البغي يبقى موجود خدوا بالكم ان الله سبحانه وتعالى حرمه خدوا بالكم ان الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا ينفع هذا البغي في معاملات ولا ينفع في العلاقات ولا المعاملات الخاصة وذا ربط لحضراتكم هذه الامثلة بس علشان ناخد بالنا ليه علشان ناخد بالنا علشان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش هذا البغي كما نهى وكما حرم شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بيقول لنا ليس ذنب أسرع عقوبة من بغي يا سلام ايه الكلام ده ايه الكلام الكبير ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مفيش ذنب عقوبته أسرع من البغي وطبعا أسرع هتبقى فين هتبقى في الحياة الدنيا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم إن البغي بيعاقب عليه في الدنيا وأسرع عقاب بيكون على البغي وإحنا بنبقاش واخدين بالنا حينما تقع المصائب ما بنبقاش عارفين يمكن ده سببه بغي من هنا أو من هنا طيب محمد معنا تليفون أهلا بيك بسرعة محمد فضل أهلا وسهلا بيك أهلا بيك تمام تمام إذا كله بسرعة كده؟ أهلا بديمين كما مش عابلت بسرعة طيب أنا حجوك يا محمد بس لو خرجنا فاصل خليك معنا وحكمل الإجابة مع حريك إن شاء الله سؤال أخونا محمد بيتعلق بالاستخارة لما نشوف الاستخارة عزيزة المشاهدين ويا رب نخليلها حلقة مستقلة في وقت مقبل بإذن الله تعالى يا أستاذ محمد حضرتك فكر الأول تفكير منطقي بعقلك دي تنفع ولا ما تنفعش فأنت لما فكرت لقيت إنها تنفع لما لقيت إنها تنفع بعد التفكير الكويس جدا لو ما فكرتش يبقى الاستخارة ما بتنفعش لازم تفكر وإنت تقرر فأنت قررت إن أنت تخطبها تمام لما خدت القرار ده تروح لربنا سبحانه وتعالى علشان تستخير بالدعاء اللي أنت حافظه أكيد وبالطريقة اللي أنت تعلمتها لما استخرت ربنا سبحانه وتعالى بيجي لك الجواب الجواب بيجي إزاي؟ الجواب بيجي لكل واحد حسب ربنا سبحانه وتعالى ما بيدينه الضيق اللي موجود عندك لو أنت عملت زي ما قلت لك كده شفتها وفكرت وقررت إن ديت تنفع وسألت ربنا واستخرت ربنا الضيق اللي موجود ده بيقول إن إحنا نستحق التوقف تاني فخد فرصتك وخد مهلة وقول لهم لو سمحتوا خلونا شوية وبعدين نرجع علشان أفكر مرة تانية وده مفوش ما نعخل خلينا نكمل الإجابة برضو بعد الفاصل عزيزي المشاهدين نخرج فاصل ونعاود حديثنا والإجابة على استفسارتكم وتساؤلتكم أعزيزي المشاهدين عدنا مع حضرتكم لنستكمل حديثنا فيما يتعلق بالبغي وكان معنا سؤال قبل الفاصل الأستاذ محمد بكمل لحضرتك مدون تستخرت ربنا سبحانه وتعالى ولقيت أني أنت مش مستريح وقلبك مقبوض ومش مبسوط للموضوع فاعتذر عن هذا الموضوع ولا بأس أني أنت ممكن تدي لنفسك فرصة تاني فتستأذن أن يبقى فيه وقت علشان الرد وتصلي استخارة تاني أما لو خدت بالجواب الأولاني بس بشارت تكون عملت زي ما قلت لحضرتك لأن ده اللي الرسول صلى الله عليه قال لنا عليه لو عملت كده ولقيت نفسك مش مبسوط خد الإشارة ديت مباشرة وعسى الله أن يجعل لك في غيرها خير وأن يجعل لها في غيرك خير بإذن الله تعال والاستخارة دي نعمة كبيرة جدا ومن رزق الاستخارة رزق الخيرة فالحمد لله أن ربنا رزقك هذا فخد هذه الإشارة التي بلغتك بإذن الله تعالى من الله ويمشي عليها وربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ولنا الخير كل الخير نرجع أعزائي المشاهدين لموضوعنا عن البغي وضربت لحضراتكم أمثلة بسيطة جدا من علاقتنا ومن سلوكياتنا ليه وقفنا عند الموضوع ده وليه تكلمنا عن الموضوع ده أصل هذا البغي أعزائي المشاهدين أنا بصوره زي المرض اللي ممكن ينتشر بين الناس والعداء ويبقى عدوى بتنتقل من حتة لحتة والناس مش واخدين بالهم علشان كده شوفوا ربنا سبحانه وتعالى آية كلمات بسيطة حملت معاني كثيرة جدا ربنا بيصف الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون من ضمن أوصفهم عارفين ايه الكلام ده في سورة الشورى شوفوا ربنا بيقول ايه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لما نقف نفسر الآية دية بتحتاج لأراء فيها أراء كتيرة أوي ومفاهيم كثيرة وأفكار كثيرة كإن ربنا بيقول لنا البغي حيجيلك حيجيلك بس خد بالك وانت مؤمن إذا أصابك البغي لو جاه عليك الدور عشان تبغي اوعى انتصر على هذا البغي فامنع نفسك نفسك منه البغي أعزائي المشاهدين زي ما موجود في هذه العلاقات كلها اللي قلت لحضراتكم عليها برضو موجود في السلوكيات كلها والتصرفات كلها فالناس لازم تبقى واخد بالها كل ذي سلطان أمامه الفرصة لأن يبغي على الناس كل ذي سؤل أمامه الفرصة أن يبغي على من هو مسؤول عنهم في كل ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتي إياك أن تبغي وإياك أن يضحك الشيطان عليك ويصور لك الأمور بغير حقائقها ده حب ودي مودة ودي تجارة ودي معاملة وده حكم وده سياسة وده أبدا كل هذه الأمور مسميات في الآخر إياكم والبغي لأن هذا البغي ربنا سبحانه وتعالى بيرده على الناس يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فنتصرف إزاي أعزائي المشاهدين بقى في هذا البغي نتصرف إن إحنا لابد أن ندفعه بكل ما نملكه من الصور التاجر الذي يبغي على الناس في تجارته لازم نتكاتف ونتعاون عشان نوقف أبو بعدين وإحنا بنعمل ده ممكن نصاب بشيء من الأذى شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفول أعزائي المشاهدين وقال الله وإياكم كل بغي في كل مجال وفي كل ناحية من الحياة ورزقان الله سبحانه وتعالى عفوا عن الناس دائما يكفين الله به أن نبغي على الناس بغير الحق اللهم إنا نعوذ بك أن نبغي ونسألك نصرنا إذا بغي علينا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين أعزائي المشاهدين ده كان موضوعنا اللي بيمس جوانب كتيرة من حياتنا ومن سلوكياتنا يا ريت زي ما أنا ببص وحضراتكم كلكم تبصوا في كل علاقاتكم وفي كل معاملاتكم قد يكون فيها بغي وإذا كان البغي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا البغي مصروع وعقبته بسرعة جدا وبتعجل هذه العقوبات زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا في حديثه ما من ذنب أسرع وعقوبة من بغي فلازم نأخذ بالنا من هذه السلوكيات ومن تلك التصرفات ولو أننا عدنا إلى كتاب الله فحرمنا البغي بيننا وانتهينا عنه أكيد مجتمعنا حيكون أفضل بكتير جدا من هذا الذي نراه وهو ما نأمله وما نرجوه بإذن الله تبارك وتعالى وقال الله وإياكم كل بغي وأعاذنا الله وإياكم من كل ظلم وبصرنا الله وإياكم بكل ما هو خير أعزائي المشاهدين دائما مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نلقاكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يفتح عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة